موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نصرة الاخبار من ميديان تيفي هذه ابرز عنوينها مقتل عشرين فلسطينيا على الاقل في غارات اسرائيلية جديدة على قطاع غزة ومصر قد تزري تعديلات على مبادرة الهدنة لتربية مطالب حماسة موسيقى ومجلس الامن يدعو الى الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة ويعرب عن قلقه لتزايد عدد الضحايا موسيقى وتجدد المواجهات المسلحة بمحيط طرابلس الدولي وحصيلة القتلى ترتفع الى سبعة واربعين موسيقى بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اثر استشهاد المئات من المواطنين الفلسطينيين بسبب العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة كما ازرى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس مكالمة هاتفية مساء امس مع الرئيس الفلسطيني خصصة لمتابعة الاوضاع في غزة وافد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بان الملك محمد السادس ندد بالاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاتها كما اجدد التأكيد على وقوف المغرب ملكا وحكومة وشعبا مع الاشقاء الفلسطينيين ومن جانبه عرب الرئيس الفلسطيني عن خالص شكره للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على مختلف اشكال الدعم التي مفاتئة يقدمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بما فيها القدس الشريف وللشعب المغربي على مساندته التاريخية المشهودة والمتواصلة وفي هذا الصدد حاط الملك محمد السادس الرئيس الفلسطيني علما بالتعليمات التي أصدرها لتقديم مساعدات نوعية وكمية إضافة إلى تلك المعلن عنها بتاريخ 11 من يوليوز الماضي هذا وقد فادت مصادر طبية بمقتل خمسة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الأقصى بوسط القطاع وإتي هذا غدات يوم دام راح ضحيته أكثر من 140 مدنيا فلسطينيا غالبيتهم قتلوا في مجزرة الشجاعية العدوان الإسرائيلي على غزة دخل يومه الرابع عشر وبلغت حصيلته نحو 547 قتيلا وأكثر من 3300 مصاب فيما أقرت إسرائيل بمقتل سبعة من جنودها في اشتباكاتنا اليوم ينضفون إلى عشرين قتلوا في الأيام الأخيرة من جانب آخر أكاد مسؤولون مصريون أن القاهرة قد تجري تعديلات على مبادرة الهدنة في غزة ذلك لتلبية مطالب حماسة آخر تطورات نتابعها في تقرير إيمان الهلالي غارات تلو الأخرى يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها لليوم الرابع عشر على التولي على قطاع غزة الفلسطينية على الرغم من دعوات التهدئة بعد مجزرة الشجاعية قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس ودمر منازل عدة على رؤوس ساكنها في مجزرة جديدة سجلت مقتل ماهز دعان عشرين فلسطينيين وفي مدينة غزة لا يزال العدوان مستمرا على المدنيين حيث أكد شهود عيان أن القصف يتم من دون سابق إنذار من دون سابق إنذار تعمد إسرائيل على قصفنا في منتصف الليل في ثانية صباحا نحن لا ننتمي إلى أي طيف سياسي نحن مدنيون نعيش هنا في قطاع غزة ماذا فعلنا لنستحق كل هذا؟ وفي صفوف قوات الاحتلال اعترفت إسرائيل في بيان عسكري بمقتل ثلاثة عشر جنديا ما يرفع عدد القتل العسكريين إلى ثمانية عشر في أكبر حصيلة خسائر تمنى بها القوات الإسرائيلية منذ عام 2006 في المقابل أعلنت كتائب عز الدين القسام الجنح العسكري لحركة حماس أنها نجحت في تدمير جيب عسكري إسرائيلي شمال القطاع وفي اقتحام العمق الإسرائيلي في منطقة إبرز التي تعد إحدى أكثر المناطق العسكرية المحادية للقطاع تحصينا مكاسب حققتها المقاومة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف رفع حصيلة القتل منذ بدء العدوان إلى ما يزيد عن 500 فلسطيني أكثر من 140 سقطوا يوم الأحد الذي كان الأكثر دموية في حي الشجعية بعد مجزرة خلفت مقتل ما لا يقل عن 72 مدنيا هذا وتصابق طواقم الإسعاف الزمن لانتشال جثث من قضوا في القصف الإسرائيلي وإغاثة من نجى منهما وتبدو المهمة صعبة للغاية في ظل استهداف سيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي إضافة إلى عجز المستشفيات عن استيعاب العدد الهائل من الضحايا عن هذا الجانب نتابع تقرير نجاة بوتفست في حرب غير متكافئة بين إسرائيل بكل إمكانياتها العسكرية وبين شعب يرفض الركوع لسياسات وإملاءات الأخيرة قصف برك وبحري وجوي عنيف طال البشر والشجر والحجر في قطاع محاسر ومنزو عن العالم تحت كل هذه الأنقاض ضحايا تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم وسط تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية القطاع جند كل ما يملكه من عناصر إنقاذ وجرافات للبحث عن ناجين محتملين وعن جثث أو بالأحرى أشلاء من لم ترحمهم الآلة الإسرائيلية هذا رابي لعطاك رابي هذا 25 شخص هذا بدل على أنه إسرائيل بريئة أم لا إحنا كالزبيل دي الجلين إحنا وإي يا سيد الدليل هاي في التلاجات هاي الدليل في التلاجات رغم الهجمات الإسرائيلية المباغثة يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون من السكان عملية البحث في الشوارع والأحياء والأزق بالقطاع الجريح كيف لا وهما لا يخافون الموت بعد كل ما تعود عليه من قصف وتقتيل وتنكيل من قبل جيش الاحتلال الذي لا يقيم وزنا لكل الفلسطينيين أعلنت وزارة الصحة الليبية أن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ عدة أيام خلفت وفق حصيلة مؤقتة نحو 47 قتلا و120 جريحان شهدت العاصمة طرابلس أمس مواجهات مسلحة هي الأعنف بين المجموعات المسلحة المتقاتلة في محيط مطار طرابلس الدولي الذي تعرض لخسائر مادية كبيرة شملت مرافقه والعديد من الطائرات الرابضة بها إمان الهيلالي الطريق المؤدية إلى مطار طرابلس الدولي باتت شبه مغلقة بعد تعرض المطار ومحيطه لواحدة من أشد الهجمات شنتها ميليشيات مصراتا والزنتان المتناحرتين اشتباكات عنيفة اندلعت حول المطار وفي طريق المطار وبعض المناطق السكنية حيث يخوض مسلحون منذ أسبوع معاركة عد الأسوأ منذ اندلاع ثورة الليبية عام 2011 الهجوم الأخير شنته ميليشيات مصراتا تحت مظلة الجماعات الإسلامية المسلحة في العاصمة بحسب ما ذكرت غرفة عمليات الثورة الليبية وتسيطر على المطار حاليا ميليشيات من مدينة الزنتان في الجبال الغربية الليبية منذ ثلاث سنوات مع عدد آخر من المواقع العسكرية والمدنية في جنوب العاصمة طرابلس الاشتباكات الدائرة منذ الثالث عشر من يوليوز أوقعت أكثر من سبعة وأربعين قتيلا بحسب وزارة الصحة الليبية فيما سجلت خسائر مادية جسيمة تمثلت في تدمير 90% من الطائرات الموجودة في المطار تطورات تنظر إليها الحكومة الليبية بقلق وهي تبحث إمكانية طالب دعم دولي بعد فشلها في إدارة الصراع بعد ثلاث سنوات من تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا لإنهاء حكم الزعيم السابق معمر القدافي قالت البحرية الإيطالية اليوم إنها انقذت قرابة 1800 مهاجر في زوارق مكتضة بالمهاجرين في البحر المتوسط خلال مطلع الأسبوع كما تمكنت سفينة تجارية من انتشال خمس جثث من قارب مطاطي غارق قبالة ساحل ليبيا ويشجع هدوء البحر في فصل الصيف المهاجرين على تكرار محاولات الوصول إلى السواحل الإيطالية الجنوبية انطلاقا من الضفة الجنوبية وصف بطرير كالكيلدان الكاثوليك في العراق متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بأنهم أسوأ من قائد المغول جنكيز خانة حفيده هولاكو الذين نهبا وخربا بغداد في العصور الوسطى وكان التنظيم قد أجبر المسيحيين على مغادرة المدينة الموصلة بعدما خيرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مواجهة الموت بحد السيف غدرت المئات من العائلات المسيحية الموصل قبل انتهاء المهلة التي حددها التنظيم علما أن هذه العائلات هي ما تبقى من عشرات الآلاف من المسيحيين الذين كانوا يعيشون بالمدينة نعود إلى الأوضاع في قطاع غزة حيث تشهد الضفة الغربية اليوم إضرابا عاما تضامنا مع قطاع غزة خرج تظاهرات في مدن وقرة الضفة الغربية للتضامن مع القطاع من جهته شن ياسر عبدربو مساعد الرئيس الفلسطيني هجوما على موقف الولايات المتحدة المؤيد لإسرائيل في حربها على القطاع اعتبر عبدربو هذه المواقف مشاركة في عملية ذبح الشعب الفلسطيني على حد تعبيره ومن جهته عرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه من تزايد أعداد القتل في قطاع غزة مشيرا إلى أن وزير خارجيته جون كيري سيتوجه إلى القاهرة للمساعدة في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كيري الذي بدأ خلال مقابلة تلفزيونية وكأنه ينتقد العدوان الإسرائيلي دون أن ينتبه إلى أن الميكروفون لا يزال مفتوحنا سمع كيري يتحدث عن الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في غزة قائلا آمل أن يعتبروا ذلك تحذيرا لهم وضف كيري معلقا على الحصيلة الكبيرة للضحايا الفلسطينيين إياها يا لها من عملية دقيقة وللمزيد ينضم إلينا من غزة عبر الأقمار الصناعية مرسلنا سامح رمضان سامح كيف تبدو الصورة في قطاع غزة اليوم الصورة لم تختلف في يوسف دموية عن الأيام السابقة اليوم حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من خمسة وخمسين شهيدا نتحدث عن مجزرة في خانيونس خمسة وعشرين شهيدا تحت الأنقاض مبنى مكون من أربع أدوار أطبع طوابق تم قصفهم وهم على مائدة الإفطار من عائلة واحدة من عائلة أبو جامع هذه المجزرة سجلت أيضا مجزرة جديدة وأخرى تسع شهداء من عائلة صيام في وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أيضا هناك تسعيد خطير يوسف حيث لأول مرة منذ أول أيام عملية الجرفة الصامد الإسرائيلي قد تم استيداف مستشفى شهداء الأقصى هذه المستشفى التي تم قصف الدور الرابع فيها وسقط فيها أربعة شهداء أيضا لدي هنا خمس شهداء أيضا من عائلة واحدة في وسط مدينة خانيونس وقبل قليل قبل لحظات تم استيداف جنازة شهيد كانت تريد تشيع أحد شهداء الحرب إلى الغرب من محافظة غزة وقتل فيها شهيد وصل قبل لحظات إلى مجمع الشفاء الطبي ولزالت طواقم الطبية تقل الإصابات وتقل الشهداء من مناطق مختلفة آخرها كانت الجنازة طيب سامح ماذا عن الجانب الإنساني؟ الجانب الإنساني هو جانب غاية في التدهور الجانب الإنساني نتحدث عن 3000 شهيد وهم موجودين في مناطق ضعيفة جدا في هذه المشاففة الفلسطينية التي لا تكاد أن تغطي الكثير من هذا العدد الكبير والضخم إنسانيا اليوم كنا في أحد مركز الإيواء في شمال محافظة غزة هناك أكثر من 25 مدرسة كانت تابعة لوكالة الغوص تم فتحها لإيواء النازحين وإيواء العائلات التي تشردت وهربت من منازلها الآن ينضم إلي الأستاذ أكرم عطلة المحلل السياسي الفلسطيني يعني أستاذ أكرم في هذه الأيام وهذه اللحظات إسرائيل يبدو أنها تريد المزيد من الدماء إلى أين نحن متجهون؟ يعني عدة سيناريوهات مطروحة بس على الأغلب أنه إسرائيل بعد هذه اللي بعد ما حدث بحجم القتلى في صفوفة وبعد أسر جندي إسرائيلي أنا أظن أنه من الصعب عليها أن تنهي العملية صعب لا تستطيع أي حكومة إسرائيلية أن تعود وتقول تركنا أحد الجنود في الميدان هذا لا يمكن إسرائيليا تسقط الحكومة وبالتالي يمكن أن أقول أن الأمور ذاهبة باتجاه تصعيد أكبر وهذا ما بدأ ملموسا منذ أن بدأت الحرب البرية وليس صدفة أن يتزامن هذا الارتفاع في عدد القتلى والشهداء مع بداية الحرب البرية ولكن إذا كانت هناك مساعي دولية ومساعي تعمل على صعيد التهدي أو هذا مفهم منذ أن بدأت تتحرك بجدية بالأمس لولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نقول أن هذا يؤمن لإسرائيل أن تعيد الجندي المأسور ضمن صفقة أكبر في إطار التهديئة إذن دخلنا في إطار موضوع مختلف التهديئة السابقة التي كان يتم الحديث عنها أعتقد أنها لم تعود كافية لم تعود ضرورية لا تؤمن للأطراف حركة حماس ربما أنها لم تريد أن تنهي المعركة لتضغط على إسرائيل كانت تريد التفاوض تحت النار لأنها تؤمن لها وسيلة ضغط على إسرائيل الآن لا داعي لأن تتمسك بهذا الشر الآن لديها ما يضغط على إسرائيل وهو جندي أسير في قطاع غزة إذن نتوقع أن تقبل حركة حماس ربما مبتدأ من أن لديها ما تضغط يعني باختصار هل نحن مقبلين على هي المرحلة الأخيرة من هذه الدماء أم سيكون هناك هدنة عاجلة بعد عملية أسير أو خطف الجندي الإسرائيلي هناك حركة دبلوماسية كبيرة واضح أنه هذا التجمع الكبير الدبلوماسي أمين عامل المتحدة وزير الخارجية الأمريكي أبو مازين سيد خلد مشعل كله قطر هناك حركة كبيرة في قطر طبعا مصر على الخط بأعتقد أن هذه كلها كما قال الرئيس الأمريكي يعني يجب وقف هذا الجنون فورا أنا بأعتقد لم يأتوا كلهم ليفشلون تحدث ربما عن أيام وبعد أيام يمكن أن تنتهي هذه العملية الجندي سيدخل في هذه الصفقة وبالتالي دخلنا بصفقة أكبر من ذلك يمكن أن تكون التهدئة أحد يعني عنوين هذه الصفقة أستاذ أكرم عطلة شكرا جزيلا لك كان ضيفا في هذا المساء من مشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة إذن يوسف نحن مقبلين على دماء بلا شك الحصيلة اليوم 550 يعني أجد أيضا في الخلفية هنا بعض سقوط يبدو أنه أحد الشهداء وصل الآن عبر سيارة مدنية أقلت هذا الشهداء يبدو أن هناك شهداء جدد الحديث يدور عن شهداء جدد ويبدو هناك قصف للمدنيين يوسف قريب من مشفى الشفاء سيارة مدنية أخرى الآن سيارة صحافة تقل سيارة صحافة تقل الإصابات والشهداء الآن أيضا عربة أسعاف تقل آخر مصابي أو أشلاء الاستداف الأخير الذي سمع صوته قبل قليل كما تشاهد يوسف الخلفية هذا هو المشهد الدائم والمتكرر في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي محافظة غزة بالكامل الآن كما ترى هذه الراية راية الهلالة الأحمر هذه وضعت إجبارا لأعربات الأسعاف كي تفرد وكي تكون واضحة أمام طيران الإسرائيل كي لا يقصفها ويقصفها كما تحدثنا اليوم تم قصف أهل الإصابات ومن كانوا في محيط الاستداف الأخير نعم سمح رمضان مراصلنا في غزة شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وشكرا لضيفك الكريمة على صعيد أخر عرب مجلس الأمن الدولي مساء أمس عن قلقه الشديد إزاء العديد أو العدد المتزيد من الضحايا في قطاع غزة جدد دعوته من أجل وقف فوري للأعمال العدائية بين الجانبين جاء ذلك بعد مدولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين ودعت من خلالها الدول الأعضاء إلى العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2012 بين إسرائيل وحمس نجات بوتفسد إسرائيل وبعنجهيتها ماضية في طريق القتل والدمار لتصم بذلك آذانها عن كل الدعوات الدولية لوقف استعراض عضلاتها أمام الغزويين في محاولة جديدة للضغط على تل أبيب التأم أحضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في اجتماع طارئ أبدى فيه الأحضاء قلقهم البالغ بشأن تصاعد العنف في غزة ودحوا فيه إلى احترام القانون الإنساني الدولي حسب ما جاء في بيان تلاه سفير رواندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس أبدأ أعضاء مجلس الأمن قلقهم الشديد بشأن تصاعد العنف ودعوا لوقف فوري للعمليات العدائية دعا المجلس أيضا إلى احترام القانون الإنساني الدولي خصوصا المتعلق بحماية المدنيين كما أكد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عبر المجلس عن قلقه من الإصابات المتزايدة وأشاد بجهود مصر والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعة المقبل اجتماعا عاجلا حول الوضع في قطاع غزة حسب ما أعلن عنه بيان للأمم المتحدة فإن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع بمبادرة من رئيس المجلس إثر طلب تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية وباكستان باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي والملاحد الدائم لدولة فلسطين طلب دحمته حدد من الدول بينها المغرب ومعلوم أن انعقاد دورة استثنائية للمجلس تطلب دحم ما لا يقلحا ثلث أحضاء المجلس أي 16 من بين 47 دولة عضو بهذا التقرير نأتي إلى ختم هذه النشرة شكرا لطيب المتابعة وفي أمريله ترجمة نانسي قنقر